كان معاك كابتوري سايد من شوية وقالي ان هو مش مقتنع بجوزي جميزة قال هليك حولاً وحيداً كده انت رأيك ايه؟ طيب انا هقول لك حاجة سريعة كده قبل ما اعمل كومنت في النقطة دي جيسي مارش الليه تصريح شهير هو مدارب ليزي تسابق واحد من المشاريع دي تبول شهير يعني وحالياً هو مدارب منتخب كندا الراجل قال لنا مفروض يبقى فيه قوانين في الاتحادات بتلزم الأندية بعدد معاين من اللاعب الناشئين اللاعب الناشئين دول مش هلوما 22 سنة اللي هم عندنا لا اللاعب الناشئين اللي هم 16 و 17 سنة الراجل بيقول كده ان هو اكتشف عنده مدافع في منتخب كندا قال الولد مبهر جداً تقريباً اسمه مويس بومبيتو قال ان هو 23 سنة قال ان ازاي ده بنكتشفه عنده 23 سنة المفروض ده الكواليتي بتاعه كنا شفناه اكتر من كده وان هو ضرب كانوتي وجفرديول وتقريباً وبوميكانو ان الولد لا يقل عنهم شيئاً بل بالعكس هو يعني اجمد منهم بكتير في الوقت ده نفس القصة بيحصل في بارسة واحد من اهم اللاعبه في السيزون ده مش لامين يا مال بق اللي هو خد الأضواء لا باوكو بارسي اللي هو عنده 17 سنة اللي هو هيبقى اصغر لعب في الاولمبي الجيمي اللي جاية مع منتخب اسباني القصة دي نفس القصة هنا في مصر يا جماعة احنا اللاعب عندنا هنا في مصر بتبدأ وعندها 22 سنة و23 سنة انا في يوم من الايام اكتشفت ان فيه لعيب من اللي طلعه وتوهجه في الزمالك ان الراجل بيعتزل انا مستنى ان الراجل يجيب البيج بتاعه اكتشفت ان الراجل بيعتزل وما جابش البيج بتاعه فيحسب لجميز ان هو في الفترة دي بدأ يدي الناس دي نشوف اللمسات بتاعته على اللاعبة دي وبدأ يجرب وقلبه جامد جداً وما كانش مداش ودنه زي ما بيقول للانتقادات جميز جي في ظروف صعبة جداً فقد كان في وقت دايق قبل الراجل ما يجي باسبوع الصفقات جات قبل ما هو ما يجي فبالتالي ان انت تتعامل مع الموقف ده انا بيشوف ان هو مش اي مدرب يقدر يتعامل مع اللي بيحصل مع جميز جميز دي لمسات معنى على الفرق زي ما احنا قلنا قبل كده وبنقررها تاني الراجل اول ما جي اكتشف ان الديفندرات اللي عنده عندهم مشكلة في الخروج بالكورة فبالتالي اكتشفها بعد 30 دقيقة في موتش الاسماعيل اللي اخرج فيها محمد شحاتة وبدأ يسحب عبدالله السعيد لديفندر تاني جنب دونجا ده حصل فيها مشكلة كبيرة ان يا راجل انا مش عارف استفاد بعبدالله السعيد والناس بدأت تشتكي ان التأثير بتاع عبدالله السعيد مش هو نفس التأثير بتاع عبدالله مع بيرامدس والاهلي بس الناس كانت بتتغافل ان عبدالله جماعة بيلعب مركز ستة ديفندر خالص مش بيلعب تمانية ولا بيلعب بوكس تو بوكس مع الوقت الراجل بدأ يدور على الحل البديلة الحل البديلة كان موجود فحمد فتوح